خبر استوقفنا الحقيقة تقدروا تقولوا يعني مفروض نتعلم منه واللي بيحصل برة في أندية كبيرة وأندية أوروبية المفترض إن احنا هنا حتى بقيامنا وحتى بتقاليدنا وحتى بسلوكياتنا وحتى بمعتقداتنا وأخلاقياتنا لازم أن نشوف الناس دي بتتعامل إزاي على الصعيد الإنسان الراقي نادي شالك الألماني بيوقف الرئيس بتاعه نادي بيوقف رئيسه ثلاث شهور لأنه قال تصريح فهم منه أنه فيه حالة عنصرية فيه استهانة بالأفرقى قال أنه الناس دي لازم يتركب لها محطات وقود أو محطات طاقة يعني محطات كهرباء كتير عشان تنور البلاد بتاعتها والغباد فيتوقفوا على إنجاب الأولاد فهم منه من المجتمع الألماني ومحب نادي شالكة ومساهم النادي إنه دا تصريح فيه عنصرية فيه إساءة لبشر فهم اللي بياخدوا من نفسهم القرار ضد رئيس النادي فيه رقي أكتر من كده؟ لا مش فيه رقي دا لنا بقى إيه نفسي نتعامل مع المواقف دي إن دا مش رقي دا الصح دا الصح دا الصح لأن إحنا لما بنتعامل معه الأمور إحنا هنا بقى معيرنا إن دا رقي وإن الطبيعي الإسفاف والإساءات فممكن تكون مسف أو تكون راقي فإذا ما كنت شراقي مش مشكلة لا دا صح ودا غلط دا ليس رقي دا طبيعي في السلوك البشر هو البني آدم البني آدم مطالب بإيه هو الاستعلاء أي إنسان عنده استعلاء على الآخر بأمارة إيه الفلوس ربنا اللي مدها لك الصحة ربنا هنعم عليك بيها الجاه والمال ما أنتش عارب دول ممكن يكونوا سبب تعاستك أنت وشوفنا رؤساء في السجون وشوفنا رؤساء بتعمل علم الصورات وبيحصل لهم إيه وشوفنا إذن الإنسان كلما ربنا يدي له الفرصة إنه يكون قوي وإنه يتعامل مع المجتمع لازم يكون على قدر المسئولية وإلا المجتمع هو اللي حيحاسبه فدي معايير مجتمع يا أستاذ فراهيم دي معايير مجتمع نفتقدها إحنا إحنا بنرحب وده في بيقولك يعني في ناس بتعتبر أن الصوت العالي بيجيب الحقوق هذه ثقافة خطيرة جدا لأنها تجيب الحقوق وغير الحقوق يعني إذا كنت أنا هتديك حقك عشان صوتك عالي أو بتتجاوز معايا يبقى أنت هتستخدم هذا السلاح إنك توقع حاجة مش من حقك اللي يمنعك ما فيش حاجة الرئيس ده اسمه تونيس بس يعني الدنيا حصلت فيها ضجة كبيرة جدا هو رجل أعمال كان في مؤتمر في مدينة بادربون شمال غرب ألمانيا انتقت خلال التصريحات اللي أنا قلتلكوا عليها ديت قال إن في زيادات ضربية كتيرة في ألمانيا لمكافحة التغير المناخي يعني هو بداية الكلام على فيه ضرائب كتيرة بتفرض على الألمان لمواجهة ظاهرة التغير المناخي فقال التغير المناخي سببه إنه الناس بتشيل الغابات وبتشيل الأشجار فمن هنا قال على الأفارقة لازم يركبونهم حطر هم الأفارقة اللي بتشيلوا الأشجار ما يهاجم الأوروبيين اللي بتشيلوا الأشجار لجالة العمالة هي اللي بتشيل الأشجار بص التصريح يوصل شخصيات برزة في كرة القدم والمواقع كتيرة في التواصل الاجتماعي في ألمانيا عبرت عن استياءها الشديد لتصريحات رئيس شالكة وطلبت بإيقالته وزيرة العدل في ألمانيا كريستين لامبرشيت قالت على شالكة التعامل بجدية مع تونيس اللي هو الرئيس النادي وقالت لمجموعة إعجب معارضة العنصرية بصوت عالي وواضح في كل فرصة لا تدعوها تمر الرجل قدم اعتذار قال إن دي كلمات فعلا كانت غير لائقة مني ما كانش صح حول كده لكن قال إن أنا هظل دايماً حريصة على دعم قيم شالكة قيم نادي شالكة ضد العنصرية هظل دايماً داعم لها حتى لو على حسابه الله هنا المسئولية مش المكابرة شوفوا الراجل بقولك قيم شالكة علشان الناس اللي بتقولك يعنيه قيم الأهلي يا جماعة كل كل تجمع بشري حتى مش نادي ولا حزب ولا غيره لابد إنه يبقى له مجموعة قيم بتحكمه بتحكمه يفخر بيها بالضبط يتوب أهم حاجة عنده اللي استهانة بكلمة يعنيه قيم الأهلي لا كل تجمع بيحكم أفراد لابد إنه يبقى فيه إطار قيم معين بيحكمهم طب لما تتقالك دي من رئيس شالكة بقى يعني إيه قيم شالكة يتعمل فيه إيه بقى تقبل منه ما تتقلناش احنا في النادي الأهلي هنا كنا نقبلها قبل وشوفوا لمجرد كلام فهم منه إساءة أو التهمات عنصرية تسمعوا كلام لناس إساءة في خلق الله تجريح في خلق الله إساءة لخلقة إنسان كلام كتير جدا دون المستوى الإنساني عشان كده لازم نتعلم من هؤلاء البشر اللي بجد